بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوكم متابعين الكرام ان شاء الله الكل بخير وصحة وتمام العافية ان شاء الله اليوم مصفتنا طريقة تحضير عصير تمر الهند والنومي بصرة هنا عندي تمر الهند انا ماخذ نص العلبة وهذا نومي بصرة راح اخذ اربع حبات طبعا انا مستخدمة اللون الاسود حتى اكون لون الفاتح تستخدمي راح ابدأ اطلع الحب من النومي بصرة ومن التمر الهند هتجع الهند هنا اطلعت حب تعالى لان هنا اطلع الهند لان تجعل مربم بصرة بأنه من النومي بصرة وهذا الاطلاع من турهند الآن هنا نتجع الهند اخذ نومي بصرة بهاي На الخلف الإلهенной لنا خذ create الآن نومي بصرة راح grooves أرى الخطوة هنا اقدمت بالتطباخ تنزل المونة في الماء أضيفها على التمر الهند هذا هو طريق الوالد اعطيها الصحة والعافية واني تعلمتها من عندها ومن يوم اتعلمتها اليوم واني اسوي هذا بشهر رمضان على هاي الكمية رح اضيف نص كوب من الشكر هس رح احرك الشكر بهاي المواد واخلي فد مدة ساعة ساعتي الى ان ينقع التمر الهند والنوم بصرة وبعدين اشوفكم الخطوة اللي بعدها هاي عندي بعد ما تركته تقريبا ساعتين هس نقع عندي بالكامل التمر الهند والنوم بصرة هس يا عم عندي شحلين يا عم الضربي بالخلاط اليدوي او الضربي بالخلاط اللي تسوين به الطماطة اعني رح اشتغل بهذا الخلاط اليدوي هس هنا عندي بعد ما خلطت كل المواد وتأكدت انه تمر الهند وانه مبصرة كله انه هرس بالكامل هس رح ابدأ اصفي مصفايا نعم صفي بحيث تطلع الخلاصة فقط من هاي المواد كلها هس هلا عندي بعد ما صفيتها وعندي هاي اللي بقي رح ارجع اضيف عليها مي ومرت الوخ اصفي لان بعد ما صفيتها أصفي مونة مع involves نومي بصرة والتمرة الهند هس رح ارجع اخصفي بنفس المصفاا耶 موسط اضيف هذه المواد اللقاء اصفيها على الوجبة الأولى وهي قوامة ثقيل في سوق الثقيل تحفظ هذه المواد الثقيل يبقى الثلاجة لمدة اسبوع قوامة ثقيل نضيف نصف غلاس نضيف نصف غلاس نضيف مكعبات الثلج و نضيف ماء بارد عصير جدا منعش نشربه اثناء فترة الافطار او ورمى نفطر ويعادة طبعا ضغط الدم كلش مفيد للجسم هذا العصير ان شاء الله هذا الفيديو ينال اعجابكم و اذا اعجبكم هذا الفيديو فارجو من حضراتكم وعمل لايك لهذا الفيديو وشير بين الاهل واصدقاء حتى الكل يستفاد من هاي الطريقة والتقيكم ان شاء الله في فيديو قادم ووصفة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته